السلام عليكم ورحمة الله الإخوان جميعا حياكم الله من أعلى القائمة إلى أسفل القائمة اليوم إن شاء الله سنخرج نوعا مع النمطية المعتادة وسنغوص في عالم الأرنلوتولوجيا أو ما يعرف بعلم الطيور لأنه اليوم الإخوان سنتعرف على بعض الأعضاء الحيوية التي لديها حصة الأسد في تشكيل وتصنيع مختلف الأصوات الطيور وخصوصا طائر الحسون إن شاء الله سنتعرف على الأكياس الهوائية أو الحقائب الهوائية ثم سنتعرف على العضو المهم في تشكيل مختلف المقاطع الصوتية ألا وهو المزمار أو ما يعرف بالسيرانكس ثم نمر للتعرف على بعض الغدد الغدد التي لديها حصة الأسد منها الغدد النخامية والغدد الدرقية التي تعد غدد صماء تشغيل بالمواكبة مع الدماغ والأعضاء الحيوية للجسم إذن كما تلاحظون أمامكم إخواني هذه هي الأكياس الهوائية أو ما يعرف بالحقائب الهوائية التي تلعب دوع جد جد مهم في تشكيل مختلف الأصوات كما أنه لديها أدوار أخرى منها تزويد المستمر لرئة بمنسوب تابت من الهواء كيفما كانت الضعف في وضعيات الطيران أو وضعيات التغريد أو وضعيات أخرى رئة لديها تزويد بمنسوب مستقر من الهواء لأنه بفضل هذه الأكياس يتم ملؤها والاستفادة منها عند الحاجة وبشكل مستمر كما أن هذه الأكياس تلعب دور معدل الحرارة مكيف هوائي إن صحى التعبير عبر بخار الماء خصوصا وأن الطائر عندما يكون يعني يطير يعني ترتفع درجة الحرارة ديل الجسم دياله وبالتالي هذه الأكياس عن طريق ميكانيزم ديل بخار الماء يعني تضمن يعني تبريد مختلف الأعضاء كما أنه هذه الأكياس بفضل توزيعها كما ترون إخواني باطني منها ما هو صدري وبالتالي فهي تتموضع بين مختلف الأعضاء وتضمن يعني استقرارها وعدم المساس بالأعضاء أثناء الصدمات يعني تلعب دور الواقي لهذه الأعضاء كما ترون الإخوان فهي تتموضع بشكل يعني سالس وبشكل يعني مختلف في كافة جسم الطائر منها ما هو باطني كما ترون إخواني من هناك أيضا أكياس على مستوى قاعدة العنق بالإضافة إلى دور جد مهم في الطيران وضمان الاستقرار عبر رفع كتافة الجسم الآن إخواني نتعرف أكثر عن جهاز المزمار أو ما يعرف بالسيرانكس وهو عضو جد مهم إن صح التعبير فإنه مصنع لتصنيع مختلف المقاطع الصوتية التي تصدرها الطير بصفة عما كما تشاهدون الآن هذه الصورة تم تكوينها عبر تقنية 3D تلاتية الأبعاد إنطلاقا من الجهاز الراني المغناطيسي إخواني هذه الصورة أمامكم صورة حية تم تشريح طائر قصد المعينة أو ما يعرف باللوتوبسي معينة ورم كان أصيب به الطائر الصورة أمامكم الآن هي رسم يظهر لنا تموضع المزمار في قاعدة القصبة الهوائية يظهر لنا أيضا مختلف العضلات التي تساعد الطائر في ضبط وتشكيل مختلف إقاعات مختلف الأصوات هذه العضلات الإخواني تلقت رسائل مشفرة ترجمتها رسائل عبر هرمونات تم إنتاجها في مختلف الغدد كالغدد النخامية كما ترون الآن هي غدد ينتقى في قاعدة المخ وهي التي تقاعدت الدماغ وهي التي تلعب دور الوسيط بين الدماغ ومختلف العضلات الحركية كالعضلات التي تهمنا نحن إذن إخواني فهذه الغدد النخامية هي غدد جدها ملقبت بسيدة الغدد لأنها لأنه وظيفتها تتحكم في وظائف مختلف الغدد ولديها وظائف يعني سنعود إليها إن شاء الله بالتدقيق في آخر الفيديو الرسم أمامكم إخواني يظهر كيفية اشتغال الجهاز العصبي وما مدى توافق الجهاز العصبي الحسي مع الجهاز العصبي الحركي كما تشاهدون الجهاز العصبي الحسي متمثل في اللون الأخضر والجهاز العصبي الحركي متمثل باللون الأزرق وأما اللون الأحمر فهو يعني يخص يعني عملية التخزين وعملية التعرف المسبقة فهذه لن تكون موضوع يعني موضوعنا اليوم إن شاء الله لما لا يعني في مدخلات أخرى كما ترون البنول الأخضر يتم استقبال مختلف الموجات الصوتية يتم ترجمتها إلى رسائل بيولوجية رسائل كيميائية يتم الاسترسال عبر مجموعة من الأعصاب إلى الدماغ يتم التشفير ويتم التعمل ويتم إرسال رسائل إلى مختلف الغدد التي سوف يعني تنقل لنا رسائل إلى مختلف العضاء الحركية وهنا نصل إلى عضلات المزمار التي كما ذكرت لكم تشغل يعني كما يشغل نوعا ما يعني يعني التعبير يعني كوصف فإنها تشغل كما يشغل لفلوت يعني كاملين يعني المزمار العادي اللي اللي كتعفوا الإخوان عندما نضع يعني الأصابع دي النفط وقاب نستطيع يعني عبر عملية النفق يعني توزيع وتشكيل مختلف مقاطع الصوتية يعني الميكانيزم يعني الميكانيزمة نفسها يشغل عليها المزمار يعني عندما هذه العضلات يعني كتوصل مجموعة من الهرمونات يعني بها يعني رسائل يتم يعني تنفيذها وتصدر لنا في نهاية الأمر يعني مجموعة من المقاطع والإخوان تباك الله يعني تعمقوا في هذه المقاطع الصوتية من بين أولى الغدد التي تتلقى الإشارة من الدماغ نذكر الغدد النخامية التي لقبت بسيدة الغدد وذلك لأن وظيفتها تؤثر على وظائف يعني العديد من الغدد وبالتالي فهذه الغدد يجب الوقوف عنها يجب على كل مرض بأن يهتم بها وسنتعرف عن طريقة يعني حماية ووقاية هذه الغدد من الإصابة بمختلف الأمران وسنتعرف أيضا عن مختلف الأعراض التي تظهر على الطائر التي سببها يعني ضرر أصاباء هذه الغددد النخامية فكما قلت إخواني هذه الغددد تتلقى الإشارة من الدماغ ثم تنتج لنا هرمونات التي بدورها يعني تحفز غدد أخرى لإنتاج هرمونات ويتم تنقل هذه الرسالة الكيميائية إلى مختلف الأعضاء قصداء يعني تنفيذ الأوامر التي يعني لجاءت من السلطة العليا التي تتمثل هنا في الدماغ بطبيعة الحال ومن بين هذه الأعضاء الحركية عضلات المزمار التي سنتطرق إليها الآن إذن إخواني هذا هو جهاز المزمار كما تلاحظون إخواني في هذا الرسم المتحفق الذي هو عبارة عن عملية محاكاة كما تلاحظون فهذا الجهاز يعني تنقي الجويف وبالتالي فالطيور لديها قدرة هائلة على صنع مختلف مقاطع الصوتية وبالمواكبة كذلك إذن تلاحظون كيف تشغل عضلات المزمار كيف تضغط على الجدار العضلات هنا ممتلة باللور الأبيض سأضع بعض النقاط باللور الأسود لكي يتم تعرف على عضلات التي تلقت رسائل الكيميائية كما شرحت لكم الإخوان قبلا هنا إخواني أصلت الضوء على بعض الخاصيات التي تميزت بها سلالة البارفا مع شوق الجماهير والتي جعلت منها سلالة مغردة بمتياز ألا وهي صغر طول المزمار الذي راجع إلى صغر طول عنق طائر البارفا قصير القامة وبالتالي تحكم أكثر في العضلات لأنه كلما كان المزمار طويل كلما نقص التحكم في العضلات وبالتالي يعني جودة المقاطع يعني تكون يعني نوعا ما أقل مستوى مع مقارنة بجودة مقاطع سلالة لديها عنق قصير وتحكم وإحكام قبضة لتلك العضلات عضلات المزمار التي تعرفنا عليها وبالتالي يكون التوافق يكون الإنسجاب تكون السلسة إلا أنه يعني طائر البارفا يبقى فقير من ناحية تنوع المقامات وهذه يعني من سلبياته لأنه يتسم بها الحسون الإسباني الأنيق لديه يعني تنوع في المقامات وذلك راجعا لطول العنق الطائر لطول المزمار إلا أنه يعني من ناحية يعني الجودة وجودة هذه المقامات تبقى جودة ضعيفة في حين أن طائر البارفا لديه مقامات يعني محدودة نوعا ما لكنه يؤديها بجودة عالية جدا تطرب السامع وتطرب يعني أدننا الموسيقية نحن كعاشقين تغريد هذه السلالة أضيف إخواني ها هنا أن اللسان يلعب دور جد مهم في إدفائه للمسته الأخيرة عبر توجيه تلك النغمة الآتية من الأسفل ممكن أن يغير حتى يقعها عبر اللعب بمختلف الحروف التشكيلية والحروف الصامجة نعم إخواني هناك بعض طيور لديها تحكم هائل والشغال بالمواكبة بين اللسان والمزمار لتنتج لنا نغمة يعني غاية في روعة نذكر طائر العندليب الذي لديه تحكم يعني بشكل رباني تحكم هائل ما بين اللسان والمزمار في قاعدة القصبة الهوائية وبالتالي ينتج لنا نغمات يعني جد مستعصية على باقي الطيور التي تفتقر نوعا ما لهذا العمل لهذا القدرة على الاشتغال يعني بالمواكبة بين اللسان والمزمار كما أنه توجد بعض فصائل في الحصول لديها هذا التحكم الهائل وعلى رأسها يعني طائر البارضة نعود مجددا مع الغدة النخامية لأنه كما أشرت لكم الإخوان لديها حصة الأسد في هذه المداخلة وذلك لأنها غدة جد هامة لقبت بسيدة الغدد لديها يعني بالإضافة المشاركة في الإشارات أو الرسائل الكيميائية للجسم لديها يعني أدوار شتى نذكر سلوكيات الطائر يعني الغدة النخامية وتبت علميا أنها يعني عبر إفرازها مجموعة من الهرمونات يعني تؤثر لنا على مزاج وسلوكيات الطائر إن شاء الله سأخصص مداخلة آآ خاصة في هذا الباب إن شاء الله على سلوكيات الطائر آآ وبعض الأخطار وبعض المشاكل التي يواجه بها يعني المنطين خصوصا للإخوان اللي عندهم اهتمام بالإنتاج واهتمام كذلك بالطلقين آآ كما أنه لديها يعني آآ أدوار أخرى تتمثل في آآ إنتاج هرمون النمو آآ ولديها أدوار أيضا في إرسال السائل للغداد التناسلية من أجل إنتاج يعني آآ مجموعة من الهرمونات نذكر يعني على سبيل المثل عندها الدكور هرمون التستوستيرون وبالتالي الإخوان في هذه غدة جد هامة يجب الوقوف عندها الأمر الأخير والهام الذي يهمنا أكثر في هذه الغدة وتركته هو الأخير لكي تتذكره جيدا وضوروها في تصنيع مختلف النغامات عبر التوفيق بين الجهاز العصبي الحسي الحراكي والجهاز الهرموني بحكم موقعها يعني تحت الدماغ مباشرة واتصارها مباشرة بهذا الأخير إصدار مختلف الأصوات إخواني ليس هدفه رئيسي أن ينال إعجابنا بل لديه هدف أخرى من بعد سبيح لله عز وجل وهي التكاتر والدفاع عن المحيط ومن بين آليات دفاع الحسون عن محيطه التغريد لأن الحسون في الطبيعة سلاحه هو التغريد الحسون لديه بنية جسمانية جد ضعيفة لديه يعني حتى يعني القدرة على التحمل قدرة جد ضعيفة ليس لديه سم يعني لا يعض كالأفاعي أو العقارب لا يلسع إنما سلاحه هو التغريد وشاهدنا يعني من خلال تجارب لنا في الطبيعة أن الحسون يعني يحاكي نوطة معينة لطيور جوارح كالعمليات مثلا الإخوان وذلك ليدافع يعني بها النفسه ويحد من محيطه ويرعب كذلك الطيور الأخرى والأعداء التي تقطن بجواره وبالتالي سلاح الحسون الأول هو التغريد أي أنه مجبر أنه يسمع التغريد ويحاكيه ولهذا إخواني أعددت لكم رسما جميلا جدا يبرز لنا مراحل كسب الحسون لتلك التغريد عبر الفصول كما تلاحظون الإخوان من فصل الرابع إلى منتصف فصل الخريف الطائر يستقبل يحلل ويخزن داخل الدماغ ومن نهاية فصل الرابع إلى نهاية فصل الشتاء الطائر يعني يخرج تلك الحمولة الصوتية يتدذب عليها إلى حدود نهاية فصل الشتاء لكي يدخل فصل الرابع لكي يشرع في تأدية واجبه البيولوجي في تحديد منطقته أولا ثم التكاتل إلى هنا نصل لآخر محور إخواني وهو يخص الغدة النخامية مجددا حيث سنتعرف على بعض العوارد التي تظهر لدى الطائر المصاب أو طائر الذي غدته النخامية غير سريمة أولا تظهر اضطرابات في سلوكيش الطائر يعني نلاحظ أن الطائر مزاجي نوعا ما عنيف نوعا ما وعصبي الشيء الذي قد لا يناسب من الذي مشروع أطلقين هذا الطائر الضعف العام وفقدان الشهية يظهر على الطائر كذلك فقدان النشاط ثم الحساسية المفرطة تجاه الحرارة المنخفضة خصوصا بعض الطائر نلاحظ أنها تضعف بشكل كبير خلال فصل الشتاء كذلك ضعف الرغبة الجنسية وهذا هذا راجع إلى أن الهرمونات التي تنتجها الغدة النخامية قصدا تحفيز الغدة التناسرية يعني لا يتم إنتاجها بشكل صحيح وبالتالي هذه الغدة التناسرية تصاب يعني بنوع من الخمول وأخيرا أمر جد مهم يهمنا كباحثين في مجال تغريد طائر الحسون وترك شو هو الأخير اللي هو مشكل من المشاكل الدرر ديال الغدة النخامية اللي هو عدم التناسق بين الجهاز العصبي الحسي والحركي خلال يعني نسج التغريد على مستوى المزمار لأنه لا يكون تناسق في الأصل بين الدماغ وتلك العضلات على مستوى المزمار وبالتالي يحدث يعني توتر نوعا ما خلال عملية أو خلال عملية إصدار يعني الأصوات لدى الطيور ويعني كافة الطيور المغردة لأنه الغدة النخامية لم تلعب دورها كما يجب كوسيط بين الدماغ عبر يعني إنتاج هرمونات تتمتل في رسائل كيميائية ليتم يعني إيصالها للأطراف المعنية هنا العضلة تنتع المزمار بالتالي عمليات يعني صنع يعني الأصوات لا تتم بشكل جيد وإخواني هذا نداء لكافة الباحثين في هذا الميدان يعني مرجوع يعني التعمق في هذه النقطة آآ لماذا يعني قد يفتح يعني أفاق لأبحاث أخرى فدائما هي مرحبة بها آآ كيف يتم الحفاظ على الغدة النخامية؟ أولا آآ ضمان تزويد بالفيتامين D عبر التعرض لأشعة الشمس الطبيعية لذلك يجب أن يكون تشميس الطيور من بين يعني أولويات المربي آآ تانيا تقديم الفيتامين A ثالثا آآ تقديم البروتينات ولكن بشكل متوازن آآ رابعا التهوية الجيدة خصوص الإخوان الذين يلقنون الحسن في السناديق فمرجو أخذ الحيطة والحضر من التهوية آآ خامسا احترام ساعة الإضاءة الإخوان لكل الفصل وهذه مسألة جد هامة لأنه الطائر لديه بوصرة زمانية يشغل بها وتشغل به تشغل بها كفة الغودة في جسم دياله تلكيب الهرمونية دياله تشغل بناء على هذه البوصرة بمعنى كيف عنده في الصيف مثلا الفجر مع وقت آآ يعني وقت المعلوم يعني الغروب حتى هو عنده يعني عنده بوصرة زمانية كيفير كي شوف الضو يعني ذوك الفوطونات كيدخلو عبر ألياف يعني بصرية كيتم يعني آآ تحويلهم إلى رسائل كيميائية يستقبلها الدماغ يواصل رسالة للغودة النخامية اللي شي بدورها ترسل رسالة للغودة القدرية آآ وما يسمى بلاقلونت سيري آآ سورينال اللي تنتيج لنا الكورتيزول اللي كيمشي آآ يحفز يعني آآ تحرير السكر أو تحرير الغليكوز اللي يعد هو الطاقة وبالتالي الزسم كيبدأ كيخدم يعني كفاق مع الطاق آآ هذا هو الميكانيزم وبالتالي يعني الطاق فاشكي فيق كي القطو دير الفجر كيبدأ عنده البوصلة الزمانية كيبدأ عنده العدد في السفر ثم بدأ عنده النهار لذلك يجب العمل يعني في شكل طبيعي واحترام مثل هذه المسائد إلى هنا تنتهي مداخلة اليوم إخواني أضريب لكم إن شاء الله موعدا مع مداخلات قادمة تذكروا أن تحسين التركيبة الهرمونية لدى الطيور يقابله خلق نوع من التوازن وكذلك تذكروا أن هرمون الميزوتوسين وهرمون الحب لدى الطيور يجعلها أكثر سخاء أكثر عطاء وأكثر فاعلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر